مستمرا في عمله بتربية الدواج يمضي أبو راشد في توفير ما استطاع من المستلزمات الأساسية على الرغم من الخسائر الفادحة التي تكبدها هو وأقرانه من المربين في منطقة مرقدا جنوبية الحسكة لسبب تفشي مرض طاعون الدجاج في المنطقة وغياب الدور المفروض على السلطات المحلية في ظل غلاء التكاليف والرسوم المفروضة على المربين ارتفع كل شيء علينا ارتفع أكثر شيء من وراء الجمارك الجمارك رفعنا الغلاء حيل نجيب العلف من هناك الجمارك يأخذونا النص نجيب الصوس نفس الشيء أدوية نفس الشيء يعني لو ما الجمارك لو ما الجمارك احنا نبيع يعني يسع بدال مو ب 5000 نبيع ب 3000 احنا نقبل من الدارة الذاتية تشيل لنا الجمارك أو تخفض لنا الجمارك وتجي على الأرض الواقع على الأرض الواقع تجي تشوف الصوس شقد التكلفة الأرباح التي تحددها هي احنا نقبل بها حتى لو بسيط 25 مجانة فقط هي المتبقية على قيد العمل من أصل 100 موجودة في المنطقة وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار الدجاج بشكل كبير حيث وصل سعر الكيلو جرام الواحد إلى 5600 ليرة سورية بعد أن كان لا يتجاوز 2500 ليرة وهو ما شكل صدمة لدى السكان مثل الفروج قالي على المواطن المواطن ذو الدخل المحدود ما صار له جوز شهرين ثلاثة ما جاعد يأكل الفروج ليش أسعار يعني تتراوح ما الخمسة ونص إلى ستة ونص سعر الكيلو غرام الواحد فهذا دخل محدود ما عنده يعني يكون عامل يعني يوميته كلها 5000 ليرة يعني ما تجيب له كله الفروج يكون عنده مثلا عشر أنفار الفروج غالي طرقات مسكرة محروقات أسعارها شوي غالية فكل الأمور هاي تنعكس على المواطن إقبال ضئيل على محال بيع الدجاج أو ما يعرف محليا بالفروج فمعظم المدنيين يمرون بظروف مادية قاسية مع فرض السلطات المحلية لحظر التجوال بعد تفشي فيروس كورونا وهو من عكس بشكل سلبي على أصحاب المحال وسط مطالبات بإيجاد حلول تفضي إلى تخفيض أسعاره اليوم كان الدجاج رخيص كان فيه إقبال على الدجاج اليوم الفروج غالي ما فيه إقبال خالص عليه الحركة ضعيفة جدا يعني جايت نزل من نفرض عشرين أو أربعين طير جايت يظل عندك قليل شي سبوء وحركة ضعيفة جدا بسبب الغلاء زاد ضعفين ثلاثة زاد الغلاء ما فيه حركة ميتة خاصة والعالم ما تقدر تشتري جدا بين مناشدات ومطالبات للسلطات المحلية وخيارات محدودة لدى المربين يبدو أن اللعومة باتت لفئات محدودة من الأهالي شمال شرقي سوريا لا سيما أن المدنيين لا ينفكون عن الشكوى من ارتفاع أسعار السلع كافة في المنطقة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر